اشتركوا في القناة النقابات الفنية هو تنظيم العلاقات فيما بين العضاء دي بملخصها يعني انشاء صندوق للمعاشات عاشية سرق طول العمر يعني برضو عشان نكون فير معكم مش عارف الواسطة والمحسوبية والمحسوبية شيء قاتل جدا انا ومجلس ادارتي بنقابة مصر وفنانين مصر كلنا وده على مسؤوليتي نيابة عن جموع فناني مصر انا تحت امر نقابة لبنان في اي مطلق وانا مسؤول اذا سمي بروتوكول فانا تحت امر البرتوكول اذا سمي اتفاق فانا تحت امر اذا سميت صداقة ومعاونة فانا اقد كلمتي وبامر الله مجلس ادارتي بالكامل وجموع فناني مصر في ظهر نقابة لبنان لان احنا ده يشرفنا ويساعدنا انا كمان برأس صندوق التعاضد الموحد للفنانين يلي عنده السلطة بيجي باية الاموال من اللي بتجي للفنانين اللي بيجوا من بره يلي هي 10% على كل العقود نحنا الكل بيعرف المرسوم الجديد يلي هو تأشير على العقود وهذا اخذ جهد منه نحنا كمجلس ادارة اكيد بالتعاون مع بعض النقابات يلي موجودين بالصندوق يلي هني هدا الصندوق لكل النقابة نحنا ما ينقصنا للنقابات هو قانون مهني يعطينا السلطة للنقابة نائب ما نقللك اهلا وسهلا فيك بيفكوشيا في بروتوكول تعاون مع نقابة الموسيقيين باللبنان خبرنا شو رو دي يصير في خطوات وامور تفيد الترفعين هو احنا الغد دلوقتي لا يسمى لا يعني ما يروحش لكلمة بروتوكول قد ما هو تعاون اخوي بامر الله اتمنى تفعيله بالشكل اللي شوفه بقى سيادة النقيب فريد بصعيد واني بتنينفعاله في شكل قوانين واني شوف ايه المطلوب مننا وزي ما انا وعدت اي وعد انا اديته لاخويا وصديقي وحبيبي سيادة النقيب فريد بامر الله نوقع عليه انا ومجلس ادارتي كل ما هو مفيد للفن اللبناني وللموسيقى اللبناني وللبلد اللبناء شقة كلنا لبنان ده هيكون بامر الله يعني دستور فني هنمشي عليه ان شاء الله نقيب مالك اهلا وسهلا فيك بفوشيا اليوم اول الزيارة لنقيب الموسيقيين بمصر مصطفى كامل لمقر نقابتكن خبرنا اكتر هيك كملخص لأموري اللي اتفقتوا عليها يعني اول شي بنشكره على زيارته وخصص وقت لقلنا وكان هيدا من من الاساس بزيارته للبنان انه يزور المقر النقابي ونشوف بعضنا ويكون في مؤتمر صحفي اللي صار هو متل ما قال سيادة النقيب انه قبل ما نعمل بروتوكولات وقبل ما نحط حبر على ورق وغيره وغيره في علاقة ودي وهيدا الاهم علاقة اخوية تربطنا نحنا بين بعضنا البعض كنقابات نحنا ونقابة المهن الموسيقية بمصر وهذا الشيء الاهم يعني اليوم في كتير امور عالقة في كتير امور كانت فيه في كتير قصص صارت بتنحل من خلال هذا التواصل يلي هو على امل كمان انه بالقريب العاجل نعمل بروتوكول رسمي ويكون ممضي من الفريقين نحن وياهم هذا اكيد هو لمصلحة الفنان اللبناني والفنان المصري نقيب اليوم مصطفى كامل الطلب منك متل تقدم طلب تطلب فيه يمكن اعدة النظر بمنع الفنان اللبناني سارة زكريا من الغناء بمصر هل حضرتك رح تاخد هيد الخطوة كتير امور متل ما قلتلك هي قايد المعالجة ومنه الفناني صار يعني كتير امور نحن حنعالجها مع الاخوان بمصر وبرجع بقول نحن نحترم القوانين المصرية ولكن اكيد متل ما تفضلتوا وحكيتوا جوا انه يكون طلب استرحام وا 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 فتصور ما عنده مشكلة ساعة النقيب بهذا الموضوع حدثك انت متواجد بالمؤتمر الصحافية اللي جمع النقيباي الموسيقيين بلبنان وبمصر اليوم شو بتقلنا عن هيك الاجواء وهيك البصمة اللي حبيت تحطها من خلال تواجدك يعني انا سعيد جدا اني استقبل بنقابة الموسيقيين مع النقيب فريد قامة من قامات الملاحنين بالاول والشعراء في الاغنية الشبابية بتنم بيقولوا مصطفى كامل وسعيد كمان اني استقبلوا قنقيب لانه ما بنسى التكريمي اللي عملية في مصر في نقابة الموسيقيين باسمه وباسم كل النقابة فسعدت اليوم بلقاءه وسمعت الى حكي ومشاء الله عليه يعني متحدس فزيع وعنده اراء حلوة كتير مستفيد منها بس اللي حسيته انا نحن ما بنقدر نلتقي مع بقية النقابات نحن اذا ما عنا قانون مهن موسيقية باتل مصر او باتل سوريا ما فينا نحصل لا للصندوق ما فينا نحصل نساعد ليش الفنان او الموسيقى اللبناني بدو يكون عايز مطرب تيساعده ولا عايز حدا تاني تيساعده لو عنا قانون وعنا صندوق للجيباي ما منعوز حدا ابدا فكان الاخبار والتناقل للأفكار مفيد جدا كان ان شاء الله نقدر بس نجيبها الانون ان شاء الله شكرا اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا